أهلاً 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 مشاهدينا في كل مكان وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الفيم توليزر أو الجهاز اللي بيعالج مشاكل كتير جداً في البصر والإتصار وفي النظر إيه بقى اللي بيعالجه وإيه اللي ماينفعش يعالجه والعلم توصل لغاية فين طبعاً باب الاتصالات مفتوح مع حضراتكم على الهواء مباشرة سواء عن طريق الاتصالات الأرقام هتكون أمامكم على الشاشة أو عن طريق صفحة من القلب القلب على الفيسبوك واسمحولي أرحب دكتور أيمن صلاح حكيم استشاري طب وجراحة العيون سلام عليكم يا دكتور زي حضرتكم دكتور إحنا النهاردة عايزين نعرف بس كده إيه في الأول هل في حالات حضرتك ممكن تقولها لا إنت ماينفعكيش أو إنت ماينفعلكش العلاج بالفيم توليزر وهل الفيم توليزر ده حاجة الأحدث حاجة وده بقى كده آخر حاجة ولا في حاجة أجحة في طبعاً حالات بتيجي ماينفعليهش الليزر العادي وماينفعليهش الفيم توليزر وماينفعليهش أي نوع حتى سواء الفيم توليزر اللي احنا بنعمله بالجهاز الجديد أو سواء الليزر اللي احنا كنا بنعمله فيه جهاز تيني اسم موموريا أو SBK يعني الحالات اللي ما بينفعلهاش الليزك بنلجأ لحاجات تانية يعني كل مريض له الحاجة اللي تنسبه مش دلوقتي انت ماينفعلكش يعني روح خلاص كل واحد له حاجة تنسبه واحد عنده قرانية بتاعته رفعية عشوية بنلجأ لطريقة مختلفة زي الـ PRK اللي هو الليزر السطحي الليزر السطحي مستو انه هو ما بياخدش من سبك القرانية وبيحافظ على الانسجة بتاعت الخرانية بقدر الامكان لكن طبعا مش كل حاجة تنفع لكل الناس يعني طيب خلينا نسأل السؤال بقى اللي هو الاطفال كتير جدا بيلبسوا نظارات وبيسألوا احنا امتى بيسألوا اهليهم احنا امتى نقدر نشيل النظارة بعملية ليه الليزر لازم 18 سنة مش قبل كده لان قبل سنة 18 سنة بيبقى فيه تغيرات مع نمو الجسم بيحصل تغيرات في المقاس بتاع العين علشان لما نيجي نعمله الليزر بعد كده ما يبكونش فيه تغيرات لازم نستنى لحد ما التغيرات دي تقف تماما ونبقى مطمئنين في المقاسات الصغيرة ما بيحصلش تغيرات بعد سنة 18 سنة لكن في المقاسات الكبيرة او بعض العينين بنبقى احنا عارفينهم من قبلها بنستنى لحد سنة 19 احيانا واحيانا كمان اكتر من كده لو العيان ده لسه عنده تغيرات بده احصل نعم الفيمتوليزج ده يعتبر احدث فيمتوليزر ده احسن حاجة ده احدث جهاز للفيمتول اسمه Z8 من مميزاته ان هو بيشتغل بكمية طاقة ليلة قوي للحفاظ على الانسجة بتاعت العين بيشتغل بالنانوجول النانوجول ده اقل كمية طاقة بحيث نعمل بالزبط اللي احنا عايزينه من غير ما نضغط او من غير ما نيجي على او ناخد من الانسجة بتاعته القرنية بدون ديعي نعم فدي احدث تقنية ده بتعالج ايه بقى يعني الفيمتوليزر بيعالج ايه الفيمتوليزر ده بنقدر نعالج بطول النظر واسر النظر والستيجماتيزم بس هو بيستخدم في حاجات تانية كمان بيستخدم في علاج المياه البيضاء يعني احنا دلوقتي بنقدر نعمل مياه البيضاء برضو بالفيمتو تمام بيعمل خطوات كتير قوي من الخطوات بتاعت العملية يعني الاماكن اللي ما فيهاش جراح متمرس قوي احيانا وجود الفيمتو ده ممكن يسهل شوية لكن لازم الجراح يكون موجود علشان يقدر يتصرف برضو في كل نعم دي قضة العمليات خلينا نتكلم قبل ما نقول قط العمليات الناس اللي خلاص راحت للدكتور والدكتورنا صحا هي تعمل العملية دي بيبو خايفين اسم عملية بيخوف خلينا نعرف مدة العملية بتبقى دي ايه التجهيزات ما قبل العملية ايه الحاجات اللي لازم الانسان يرعيها قبل العملية انها صحيح حارتك بتقولها للمريض قبل العملية احنا بالنسبة للستات بنقول لهم يشيروا الميكاپ خالص قبل ما يجو علشان لما نيجي نشتغل بتكون العين نضيفة خالص من جوا تمام فيه قطرة بتتخذ قبل العملية تنظيف للعين قطرة مضادة حياوي بتتخذ قبليها بيومين 3 علشان تنظف اذا كان فيه بكتيريا اذا كان فيه اي حاجة في العين تنظف تماما وبعدين لبعد العملية بقى مطلوب منهم انه هو ما يجيبش ايده نحي تعينه ما يجيبش مياه على وشه لمدة كام يوم ما يجيبش مياه بيختلش وشه اه بعد العملية لازم يعود كام يوم كده ما يجيبش مياه نحي تموشه خالص وفيه اطارات بياخدها بعد العملية بقى فيه شوية بريكوشنز انا صراحة بحب دايما اقول للعينين بتوعي فيه اما نضارة للحماية مخصوصة او اي نضارة قديمة حتى عندك ممكن لان ما يجيبش حد حيقعد جنب المريض بالليل بحقيقة فهو ممكن لما ينام يدعك في عينه وهو نايم اول يوم او اول يومين لو يمس نضارة انتفكره جي يدعك في عينه وهو نايم النضارة حتفكره انه هو عمل عملية فمش هيدعك في عينه فدي ممكن تساعدنا في حاجات كتير موسيقى موسيقى موسيقى